ننبو إلينا من القدس المحتلة أحمد البوديري مراسل غد إذن أحمد آخر التطورات والمعلومات المتوفرة لديك حي البستان حي صغير موجود في بلدة السلوان التي هي تقع جنوبي المسجد الأخصى هذا الحي عمليا هناك 17 منزلا الليلة سوف ينتهي ميقات النهائي الذي أعطته البلدية الإسرائيلية لهدم 17 منزلا بمعنى بأنه منذ صباح يوم الغد يمكن للبلدية الإسرائيلية أن تقوم بهدم 17 منزلا دون إنفار مبكر للأهالي بعدما تم استفاء الموعد النهائي بهدم هذا الحي وال17 منزلا ولكن بقية المنازل في حي البستان قرابة 80 منزلا ينتظرون قلارا نهائيا في أبوصص القادم هذا يأتي كجزء لا يتجزأ من القرارات الإسرائيلية لهدم عشرات ومئات من المنازل في مدينة القدس في هذا الشهر لا نتحدث فقط عن حي الشيخ جراح الذي يتحدث عنه مرارا وتكرارا وهو جزء لا يتجزأ من هذه القصة ولكن أيضا نتحدث عن أحياء أخرى في بيت حنينة على سبيل المثال نتحدث أيضا جبل المكبر في منطقة الثوري والحكومة الإسرائيلية لغاية الآن لا تتعامل مع هذه القضية باهتمام كبير هي تتجاهل هذه المسألة وتترك القصة عند البلدية الإسرائيلية التي هي في المقابل تقوم باتخاف القرارات على الأرض بمعنى بأن هناك قضاء إسرائيلي الذراع القضائي الذي يوافق ويساند البلدية الإسرائيلية بقرارات الهدم تحت عنوان بأنه لا يوجد هناك ترخيص بناء والذراع التنفيذي هي البلدية الإسرائيلية نعم أحمد البوديري مرسل غد كنت معنا من القدس المحتلة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر